فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية إلا بحبل من الله وحبل من الناس فاليهود لا يظهرون إلا بأمرين إما بإظهار الله لهم للابتلاء والامتحان وإما بنصر من الناس يؤيدونهم والواقع هو الحاصل الآن أن اليهود ما ظهروا إلا على أكتاف النصارى على أكتاف المسيحيين اللي يسمون أنفسهم بالمسيحيين فهم ما ظهروا بأنفسهم وإنما أظهرهم النصارى واعتمدوا على النصارى فهذا مصداق قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله لكن لا يستمر ظهورهم لا يستمر بل يضمحل وقد سلط الله عليهم على مدار التاريخ الجبابرة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ظهر عليهم بخت نصر في الأول وكما قصه الله في أول سورة الإسراء ودمرهم تدميرا ثم ظهر عليهم فرعون كما في مصر وكما حصل من فرعون معهم يقتلون أبناءكم واستحيون نساءكم لو لا أن الله بعث موسى عليه الصلاة والسلام فأنقذهم الله به لكن لم يتبعوا موسى وحرفوا وبدلوا فعادت عليهم اللعنة والغضب وصلط عليهم في الوقت الأخير الألمان قيادة هتر وماذا صنع بهم مما لا يزالون يذكرونه وسينزل الله بهم بأسه في آخر الزمان على يد المسلمين كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اليهود يختبئ وراء الحجر والشجر ويقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود نعم